السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمرك سمعت عن الشدة المستنصرية؟ طب عمرك سمعت عن الفترة اللي المصيرين فيها تحاولوا لأكل اللحوم بشر؟ طب عمرك سمعت عن الفترة اللي اللي اختفى فيها لدرجة ان الخليفة بنفسه كان عايش على صدقة؟ سواء سمعت او ما سمعتش حضر السماعة وكوباية الشاي بتاعتك وتعالى عشان اولك على القصة موسيقى يهلا بكم في حلقة جديدة من شوائد وهنتكلم نهاردة عن الشدة المستنصرية اسوأ ازمة عادت على مصر في كل تاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية في البداية عشان نتكلم عن الشدة المستنصرية لازم نعرف ظروف البلد في الوقت ده كانت عاملت زي في الوقت ده كانت البلد تحت حكم الخليفة المستنصر بالله وكان المستنصر بالله عنده تمن سنين لما حكم لان والده الخليفة اتوفى فتم تعيينه خليفة بشكل سوري لكن الحكم الفعلي كان في ايد الوزراء وده اللي خلى والدته السيدة رز انها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة عشان تحافظ للخليفة على حكمه وتحميه من الدسائس والمؤامرات اللي بتحصل في الاصر وكانت بتستخدم صلاحيات الخليفة في انها تشيل وزراء وتعين وزراء وكانت لفترة دي فترة خير ورخاء كبير جدا في البلد لان الدولة الفاطمية كانت بتحكم من الشام وفلسطين والحجاز وحتى ساكرلية بكل شمال افريقيا فكانت الدولة في حالة غنى ورخاء كبيرة جدا لكن دوام الحال من المحال وفضلت السيدة رز تمارس هويتها في انها تشيل وتعين الوزراء على حسب هويتها وانها تشيل وزير ده وتعين ده لحد ما غلطت الغلطة كبيرة جدا واقلت الوزير القاسم علي بن احمد الجرجرائي وده كان وزير كبير جدا وكان شغال وزير من ايام الحاكم والظاهر بامر له اجداد المستنصر والراجل ده حسب اللي اتكتب عنه انه كان راجل عبكري بمعنى الكلمة وكان راجل متمكن في الاقتصاد جدا وكان مستفيد من ضم الولايات الفاطمية واغضحهم لمصلحة مصر وده اللي كان مسبب خير ونماء كتير جدا وبعد شوية غلطت السيدرز الغلطة الاكبر واقالت الحسن ابو محمد البازوري وده كان قائد الجيش وده كان الوحيد اللي يقدر يسيطر على الجيش لان طبيعة الجيش الفاطمي انه كان متكون من جنسيات كتيرة جدا اطراق على برابرة على سودانيين والحسن ابو محمد البازوري كان هو الوحيد اللي قادر يسيطر على الجيش ويمنع الخلاف وبعد اقالة الحسن ابو محمد البازوري دب الخلاف بين افراد الجيش وكل فرقة شايف انها الاحق بالقيادة وفي وسط الصراع ده كل والمعمع دي كلها اتولى الخليفة المستنصر الحكم بشكل فعلي في الفترة دي كانت دولة ممثلة في الخليفة متعودة انها تشتري كل سنة بما يقارب مئة الف دينار مؤن وامح لحالات الطوارئ عشان يعني لو حصل حرب لو حصل نقص في مياه النيل او حتى جشعوا التجار فالوزير ده اقترى على الخليفة انهم بلاش يشتروا السنة دي اي امح او مؤن وان البلد مش محتاج الكلام انهم يوفروا الفلس دي عشان الصراع اللي بيحصل جوه الجيش عشان يقدر يسيطروا على الجيش وينظاموا امور وللأسف الخليفة قليل الخبرة وافق على الاقتراح ده وماشتراش اي مان او خزائن او امح للسنة دي وفي اسناق بقى الصراع ده كله سواء صراع الجيش او تخبط الخليفة لاحظ الفلاحين حاجة خطيرة جدا وهي انخفاض مياه النيل بشكل كبير جدا وده اللي علاء الفلاحين وبسرعة سمع التجار بالكلام ده فبسرعة مسدقوا راحوا خزنوا كميات كبيرة جدا من الغلال والامح في المخازن بتاعتهم ورفعوا اسعار المعروض كمان ولما سمع الخليفة المستنصر بالله حاول بسرعة ان يتدرك الموقف ويلحق الدنيا فنزلوا جنود بتوعه وامرهم بمصادرة كل الغلال الموجودة مع التجار وانهم يبيعوها للشعب بالسعر العادي وانهم يدوروا كمان على كل مخازن الغلال والامح اللي التجار بخبيين الامح فيها ونزل فعلا من الجنود وقلبوا الدنيا لكن ما قدروش يوصلوا لكل مخازن الغلال بتوعه التجار لانه التجار تحججوا وقالوا لهم انهم ما استلموش امح كفية من الفلاحين السنة اللي فاتت وبسرعة كمان كلم الخليفة مالك روما على شحنة امح بقيمة 400 الف دينار لكن للأسف يموت مالك روما وما تتمش الصفقة وبدأ الجوع يضرب البلد واحدة واحدة وبدأت المخازن السلطانية اللي فيها مخازن الغلال والامح اللي مصادرينهم التجار تخلص وبدأ سعر رغيف العيش انه يرتفع لدرجة انه وصل لخمستاشر دينار وبدأت المواشي انها تموت من كتر الجوع وبعد ما المواشي ماتت اصبح لا فيه لا لحمة ولا امح ولا رغيف عيش وفي الوقت ده ما بقاش للفلوس اي اي ما اطلاقا لانك لما تكون جعان اكيد يعني مش هتاكل فلوس اما في ناحية الجيش فحدث ولا حرق الجيش اصبح بيتقاتل مع بعض وكل فرقة بتاتل الفرقة التانية لدرجة ان الاطراق تتحد مع البربرة عشان يطرد السودانيين فرد السودانيين بانهم ضربوا المواقع بتاع البربرة والاطراق واصبحت كل فرقة بتاتل الفرقة التانية في الشوارع قدام العامة واصبحت كل فرقة ممكن تاخد شارع او منطقة وتقفل عليه وتنهب السكان وده اخد الاكل والموعن اللي معاهم وده الناس يلاحظوا ان مفيش اي حيوانت في الشارع لاقطط ولا كلاب وكانت الناس مش عايزة تصدق ان الناس من كتر الجوع بقيت تاكلوا الاقطط والكلاب لا وكمان بيشتروهم بفلوس غالية جدا كل ده والناس بتحاول انها ما تصدقش اللي بيحصل لحد ما حصلت الحادثة المشهورة بتاع الوزير والبغلة لما الوزير اخذ البغلة بتاعته وراع عشان يحكم في مسألة معينة فرابط البغلة بتاعته قدام البيت اللي كان في المسألة دي ولما خرج ملاقاش البغلة فتجنن وغضب جدا وامر الجنيد بتوعه انهم لازم يدوروا على اخذ البغلة ويجيبهم للاصر عشان يعرف اللي حصل وفعلا فضل الجنيد يدوروا عليهم لحد ما لقوا البغلة مع ثلاثة من المصريين لكن لقوها ومش لقوها في نفس الوقت هم لقوها هيكل عظمي لان المصريين كانوا اكلوا لحمها ولما الوزير عرف غضب جدا وامر باعدامهم وتعلقهم في الشارع عشان يكونوا عبرة لكن تاني يوم صحي الوزير والجنود ولو ان المصريين اللي كانوا معظمين ومتعلقين مش موجودين لانهم اصبحوا هيكل عظمي لان المصريين اكلوهم اكلوا لحمهم واكلوا راسهم وما سابوش غير عظمهم بس وبيحكي المقريزي ان الامراض والاوباء انتشرت بين الناس وان الناس من كتر الجوع بيتاكل الجيفة واي جيفة سواء جيفة حيوان او انسان ما يهمش وبيحكي ان كان فيه زقاق اسمه الزقاق القطل والزقاق القطل ده كانت البيوت فيه على ارتفاعات متساوية ارتفاعات مش كبيرة قوي وكانت المسافات بين البيوت قريبة فكان الناس بيستنوا الاطفال او البنات الصغيرين عشان وزنهم خفيف ومش هيقدروا يقوموا وكانوا بيستضوهم بالخططيف والخططيف دي هي السنانير بتاع السمك اللي احنا بنستضبها السمك حاليا فكانوا بيستنوا اي طفل او حد يعدي من الشارع وبيضربوه بالخطاف وبعدين يسحبوه فوق البيت ويدربوه على دماغه بحاجة او بعصاية فيفقد الوعي او يموت وبعدين يبتدوا يسلخوه ويدبحوه حاجة صعبة جدا لكنها للأسف حصلت ومن اشهر القصة المتشرت في الوقت ده هي قصة الام المصرية الشهيرة اللي راحت السوق ومعاها عقد بكمته الف دينار وباعته واشترت به شوالد اي واحد وهي مروحة خافت ان الناس تاخد منها شوالد دقيق فاجرت خمسة من الرجاله عشان يشلولها الشوال لحد البيت وقابل البيت بحاجة بسيطة الناس ادوها الشوال لكن الناس حوالي ايها عارفة ان معها شوالد دقيق فهاجموا عليها وخطفو كل دقيق اللي معاها وسيت من يعني من قلة حلتها مقدرتش غير تاخد كبش دقيق وحده وعملت بيها ورغيف واحد فصنعته وراحت بيه قدبيت الخليفة وقالت ايوها الشعب ادعو للخليفة الذي في عاده اشتريت هذا الرغيف بالف دينار. وما فيش دقايق الا وشافوها الناس وهاجموا عليها واكلوها هي والرغيف. وفي الوقت ده ناس كدير صابت مصر وهجرت. راحت الشام وراحت العراق وراحت اماكن كتيرة جدا. حد يقول لنا تب والخليفة فين من كل ده? احب اقول لك ان الخليفة نفسه ضرب الجوع. وان ما كانتش عنده من الدواب غير تلاتة. ونحفين جدا. وانه كان عايش على رغفين من العيش. بتتصدق بيها عليه واحدة من سيدات مصر. او احدى بنات شيوخ الازهر. حاول الخليفة المستنصر كتير انه يحل الازمة. زي انه يشيل الوزراء او يغير الحكومة. لكن للاسف كانت الحلو كلها غير مجدية. بعد كده استنجد الخليفة بوالي عكة. الوالي بدر الدين الجمالي. وده اللي كان بداية الغيص لمصر. وفعلا وافق الوالي بدر الدين الجمالي على مساعدة الخليفة. واشترت شرط واحد. انه يجي هو ورجلته ويمسكه زمام الامور عشان يقدروا يزبطه الوضع. وافق الخليفة المستنصر على الطلب ده. وفعلا جه الوالي بدر الدين الجمالي لمصر هو ورجلته. واول حاجة عملها انه ابض على بعض التجار اللي كانوا متسببين في الازمة اللي كانوا بيخزون الغلال والامح. وبعدين دعا باقي التجار للاصر. ولما راح التجار راح مطلع الخليفة او الوالي بدر الدين الجمالي. الكم تاجر اللي كان ابض عليهم. وطير رقابهم قدام باقي التجار. وهدد ان اي تاجر لسه مخزن امح او غلال هيكون ده مصيره. فعلا التجار اترعبه وخافه جدا وسلمه وقالول احنا هنعمل كل اللي انت عايزه. فامرهم انهم يطلعوا كل الامح والغلال اللي هم مخزنينها ويبيعوا الامح بدينار واحد للرقل. تاني يوم الناس صحيت ما كانش مصدقة نفسها. لقوا ان الامح موجود وبكسر. وبدينار واحد. واحدة واحدة بدأت الازمة تنتهي. وبدأ بدر الدين الجمالي ينظم الدنيا ويهد الاوضاع. وينظم صفوف الجيش وعيل لهم قيادة جديدة. وبنى صور حوالين القاهرة. وبنى ابواب كتيرة زي باب زويلة وباب الفتوح. والمنطقة اللي كان عايش فيها الوالي اللي هي منطقة الجمالية اتسمت على اسمه الجمالية على اسم الوالي بدر الدين الجمالي. قبض الجمالي على كل اكل الحمو البشر اللي كانوا منتشرين في مصر. واللي ينفع يتعالجه. واللي ما كانش اللي عليك اعدمه. وبدأت الامور ترجع لطبعتها واحدة واحدة. لحد ما رجع منصوب النيل وارتفع مرة تانية. عشان يقفل على فترة من اسوأ الفترات اللي عدت في تاريخ مصر. وهي الشدة المستنصرية. لحد هنا بتنتهي قصتنا. يا ربكم وصلت لك القصة بشكل كويس. اشوفكم على خير الحلقة الجاية. السلام عليكم.